السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم اكتشاف ثاني أكبر نيازك في العالم وجدوه تحت الأرض علماء الفلك في الأرجنتين اكتشفوا ما يعتقده البعض أنه ثاني أكبر نيزك وجد على الأرض جسم فضائي ضخم عثير عليه في العاشر من سبتمبر في مدينة جانسيدو ألفا وخمسة وثمانين كيلومترا شمال بوينتس آيريس قام بخلق حفرة واسعة قبل بضعة أيام في كامبو ديل سييلو نيزك يصطدم بأرض الأرجنتين تهدف مزيد من التحقيقات من العلماء لتحديد ما إذا كان نيزكا في الواقع كما زعمت بعض التقارير بالفعل من أنه ثاني أكبر نيزك سليم اكتشف على الأرض أولا تحتاج الصخرة إلى تأكيد كونها نيزكا عبر إجراء اختبار شامل ونظرا للمعطيات فقد اكتشف الجسم في مكان شهير قد أصابته من قبل نيازك حديدية ويبدو من المرجح أنه سقط من الفضاء الخارجي فريق علمي يقول في وسائل الإعلام المحلية في كامبو ديل سيلو حيث انخفضت وطيرة سقوط النيازك المعدنية قبل نحو أربعة آلاف سنة الأرجنتين تستقبل مرة أخرى نيزكا عملاقا الحدث الذي ينافس أحدث اكتشاف في البلاد وتقول جمعية علم الفلاك لتشاكو أن نيزك اكتشف خلال عطلة نهاية الأسبوع وهو الثاني من حيث الحجم في العالم وذكرت تقارير سابقة أن نيزكا يطلق عليه اسم تشاكو وقع في نفس المنطقة بالأرجنتين في عام 1969 حيث قدر وزنه ب37 طن وفي كلتا الحالتين يمكن للأرجنتين أن تدعي أنها موطن لاثنين من أكبر ثلاثة نيازكا حجما في التاريخ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة أسرار لا تعرفها في أمان الله